الجو في القاهرة حر نار والرطوبة لا تطاق يا بخت جولا دي الحلال اللي عاملين حنافية مية ساقعة فعلا أكبر صدقة إنك تروي الناس العدشانة إحنا دلوقتي في شارع رمسيس الدنيا زحمة موت والناس كلها بتجري بتشرب من درميل مية ساقعة قرب كده بالكاميرا قرب كمان هي المية دي ملها لونها متغير كده وفيها رغاوي وإيه الناس اللي رحها جاية دي تشرب باستمتاع وتملأ الإزازة إيه دا هي إيه الحكاية يا خبر دي مش مية ساقعة ده القسوس علشان كده الناس بتشرب وهي مبسوطة يا ترى إيه حكاية سبيل القسوس دا اللي في شارع رمسيس اللي ما بيخلص طول اليوم تعالوا نعرف الحكاية من بدايتها مع خادم السبيل الحج محمد أصمان تاج للدنيا والأخرة كنت أول سنة بحاجة فيها من 8 وعشر 29 سنة في البدت وكنت شاة الناس عشان أقوي 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 فكنت بام لكل من المية أو من ال أشتري أي عصاية وأسئل حجاج فيه في عرقة وجات الفكرة من ساعتها أن انا اعمل البرميل دا بقالوا بالظبط عمدي هنا 29 سنة شتا وصير عم قسوس وطنة دا بس فعل الخير بس مش أكتمل زال وأحب كل إخوانا المسلمين أو كل إخواتنا أي حد متواجد على أرض البشر يعمل خير ويركنه على أي جنب يعمل خير ويركنه على أي جنب في لحظة هي جعلوا الخير دا اللي عملوا عشرين ألف مرة بس أنت جربت الخير دا بيجي لك من طبعا جربت الخير دا كل ما بزيد في الخير كل ما البح وعيد يخدش عليك ربنا بزيدك كل ما حاجة كل ما أنا أرض أي خير كل ما ما عيد يخدش عليك طب وليه التمر والعرقسوس بالذات العرقسوس بالذات بيبقى البلدان ماشي العرقسوس بيبلي الريق بيروي الجو حرى عندنا إحنا بقنا زي دول الخليجي الحرارة بتبقى أربعين وخمسة ريقين فبيبقى ماشي عطشان عاوزة عاو بيتعب على شواتنا أنت لما استدقى بيبلي واحد عطشان ربنا يكريمك آخر طرف تمام والتمر انت بتبدل معه مع العرقسوس بعمل تمر مع العرقسوس بتعمله كم مرة في اليوم البلدان دا أكتر من عشر مرة طب بيبقى جو حر بنليل العرقسوس بأكتر من عشر مرات اللي بجيب عشر تلواح تل تمام بنليه أكتر من عشر مرات وفي ناس اللي بتعمللك دا ولا لأ لازم أعمله بنفسي ليه بقى حاجة بتفاعل في خير بنعمله بنفسي ولما يكون مسافر في أي دولة أتابع العرقسوس أول حاجة أعملها الصبر بمعنديقي هولو ما تبيعش ولا تشتري لازم العرقسوس بتتفاعل بالموضولة بتتفاعل غير عاجل لانا لسه بقولي ساتك ان انا مجرد مجرد مبزل بحط روز زاية في الأرض بلقاها سنابل تلعب شجر تلعب فتعودت على الخيزة عشر بني ادي تلك من 28 سنة اه الخيزة على طول عندي وانا صغير بس العرقسوس والطابة دا من 29 سنة بزافة من روح ابني من عمر ابني دو يا رب انت زرعت في ولدك الكلام دا اه طبعا زرع في ابني كبير اكتر مني يعني ابني كبير وابني صغير زرع فيهم اكتر من الخير دا يعني ابني كبير اسبوعيا لازم يبعث لي طن روس دا وطن مكارونا اطلعه في سبيل الله وبفرض عليه ان لازم يعمل كده والاسبوع اللي يلقى عنده ما عندهش شغل يبعث يجيب طن روس ولقى الدنيا فتحت علي جانب كل ما الدين يتضيق معاه في الشغل وفي التجارة يتبرع اه يتبرع دفع سبعة ثمانية عشر خلاف جنيه في نفس اليوم يجيلوا سبعين ثمانين ألف جنيه ازاي وفين ما يعرفش اجي حقيقة والله كلما الدنيا يعني هو والله 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 ده عن يقين التجارة مع الله ده عن يقين التجارة مع الله يعني ده موضوع منتهم واي انسان يتاجر مع ربنا يعني او مش حالفه قولك ايه يهناف الدنيا ويهناف الاخر اللي يتاجر مع الله ميتاجرش مع اي حاج البشر مش هيفيده مفيش حاجة في الدنيا يفيده مش طلق صبري ترجمة نانسي قنقر